نبقى في ذات السياق وفي عدهن العالمي لا تزال المرأة الجزائرية تعاني في صمت الخمسة مسعودة وظهيرة هنا عين لأبشع صور الحرمان والمعاناة تنتبع مع سعيد حريقة على مدار أربعين سنة كاملة كُبلت بالأغلال وعذبت بأبشع الطرق حتى أصبحت معاقة وفقدت النطق ثم عزلت في هذا المكان بمدينة الحاسي تمهريت بولاية باتنا وسط زاريبة الحيوانات جنبا إلى جنب مع الدواجن والأبقار والمعز وذلك منذ سبعة عشر سنة الكاملة إنها قصة خالة الخامسة بوهناف صاحبة الواحد والخمسين عاما والمتهم في قضية الحال هو الأب والذنب الوحيد لهذه المرأة هو الطلاق الذي وقع بين والدتها ووالدها سنة الف وتسعمائة وخمسة وستين لمدة أربعين سنة هو يعذف فيها والآثار تعد ضرب واجدة وذوكي يكشفها الطبيب الشرعي شد وذنيها مقطعين يديها هاكا من تكتاف بزاف يربطها سمانة شجرة ظهرها بالحديد مضروب وشنطلبون طلبون صلوطة يدخل وشوفوا للمخلوقها هذي كفاءة شابرك إلى حيشيدي بمروانة معاناة أخرى عنوانها الشقيقتان الظهيرة ومسعودة القاتلتان داخل هذه البناية المهددة بالانهيار في أي لحظة حياة يومية لا تزيد عن فنجان قهوة ورغف خبز وبعض الأكل إذا تصدق الجيران وما عدا ذلك أمراض مزمنة تشخص ولا تعالج أبا العزيز بن عيني حتى أنا مقدرت شادي ما نشوفش بهها طول أنا نشوف بهذه ويدية شوف يدية هي من البرد كين بردي تنفخوا له الشيخي أربع يام خمس يام لنحرك هاجا المير والوالي وكل وإن شاء الله يعطيوا الناس كنا يا ربي كان شي فقير والله مومن والله كل يقاونه مش غير حنا ما في هوال وفي هازغبة طابونا نديروا فنجال قواه لكش ما حنو فينا العباد نديروا ناكله لا مكانش قاعدين وش رح نديروا ولياته كبار في العمر الخامسة ظهيرة ومسعودة هي هدية الزمن بمناسبة عيد المرأة في وقت لتواصل فيه سعود مؤشر الحديث عن حقوق المرأة